وبالذهب إلى صفحة جديدة من المعاناة العراقية كشف وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة سالار عبدالستار عن شبول حوالي 322 ألف أسرى عراقية جديدة بمعونات الرعاية الاجتماعية مقابل استبعاد 33 ألفا خارج خط الفقرة في وقت أعلنت لجنة النفط والغاز النيابية تحقيق العراق هذا العام أعلى وفرة مالية في تاريخه وأشار الوزير إلى تخصيص أكثر من 670 مليار دينار ضمن قانون الأمن الغذائي لشمول ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والإعانة الاجتماعية مضيحا أن نصيب الوجبة الأولى سيكون 226 مليار دينار وفي السنوات الأخيرة شاب ملف الرعاية الاجتماعية فساد كبير حيث تم الكشف عن إضافة أسماء الآلاف من أسر الموظفين الحكوميين للحصول على الإعانات الشهرية على الرغم من أن العراق يعد ثاني أكبر منتج للنفط في أوبيك بعد السعودية ومع ذلك يعاني حوالي 12 مليون من مواطنيه فقرا يوجب الرعاية